موسيقى النمسا تعارض مجددا وقف اطلاق نار انساني في غزة وزير الداخلية الصراع في الشرق الاوساط تغير مفاهيم الامن العالمية توقعات باستمرار الركود في الاقتصاد في العام المقبل ارتفاع اسعار ايجارات الشقاق في النمسا باستثناء فيينا دراسة توضح تراجع المستوى المعيشي للطبقة الوسطى وفيينا تجمد زيادة ايجارات شقاق البلدية لمدة سنتين النشرة بالتفصيل على النمسا ميديا اهلا بكم وفي خبرنا الاول عارض وزير الخارجية النمساوية الكسندر شالنبيرد عارض وقف اطلاق نار في غزة لاغراض انسانية مجددا مشيرا لان ذلك قد يمكن حماس من اعادة تنظيم صففها وجاءت هذه التصريحات خلال كلمته امام لجنة السياسة الخارجية في الجمعية الوطنية النمساوية يوم الخميس واوضح شالنبيرد ان تصويت النمسا بلا على مشروع قرار في الامم المتحدة الذي يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في غزة جاء بسبب عدم احتوائه على حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها وعدم التطرق الى تنظيم حماس الارهابي حسب وصفه اتدى وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر ان التغييرات الجذرية في الوضع الامني عبر العالم تعود الى الحروب الجارية في الشرق الاوسط جاء ذلك في اطار ندوة نظمتها وزارة الداخلية بعنوان التحديات الحالية في مكافحة الارهاب المنظور عبر الاطلسية وشدد كارنر على اهمية رفع مستوى التأهب الامني مشيرا الى ان الاتصال الرقمي يشكل تحديا كبيرا له داعيا الى ضرورة التعاون مع المؤسسات العلمية وتخلل الندوة كلمة لسفيرة الولايات المتحدة الامريكية لدى النمسا فيكتوريا ريجي كينيدي توقع الخبير الاقتصادي الرئيسي في بنج النمسا شتيفان بروك بارو توقع استمرار تأثر الاقتصاد النمساوي بالركود خلال العام 20-24 عقب تأثره بالتداعية الركود الحالي وتوقع معهد فيفو وايها اس حدوث ركود في العام الحالي مع توقعات بزيادة طفيفة في معدل البطالة عام 20-24 ويرى بروك بارو ان الوضع الاقتصادي الحالي يواجه تحديات كبيرة بما في ذلك الازمات الجيوسياسية وضعف الصناعة والاستهلاك المحدود وغياب الدعم الايجابي من الصين او الولايات المتحدة اظهر تحليل اجراه موقع ايموسكوت 24 للعقارات ان اسعار ايجارات الشقق والمنازل ارتفعت في جميع ولايات النمسا باستثناء فيينا وتراوح سعر الايجار للمتر المربع في بورغلاند الى 18 يورو في تيرول حيث ارتفعت الاسعار في بورغلاند بنسبة 16% وسجلت سالسبورغ والتيرول ارتفاعا في اسعار ايجارات الشقق بنسبة 10% لكل منهما تليهما كيرتن وفورالبرغ بزيادة متوسطة بنسبة 7% وعلى النقيد شهدت ضواحي فيينا انخفاضا في الاسعار حيث انخفضت بمتوسط 3% كشفت دراسة جديدة ان التضخم في النمسا يؤثر على الطبقة الوسطى فيما يدفع الفقراء نحو هامش المجتمع ووفقا للدراسة التي اجرتها ارموس كونفرنس بتكليف من وزارة الشؤون الاجتماعية النمساوية فان الفقراء لا يملكون الكثير ليتنازلوا عنه حيث يعيشون بميزانية محدودة للغاية اما الاشخاص في الطبقة الوسطى الدنيا فانهم يشعرون بانهم يخسرون الكثير حيث يؤدي التضخم الى انخفاض في جودة الحياة وتراجعنا في خطط المستقبل وتقليل في المشاركة الاجتماعية اعلن عمدة فيينا ميخايل لودفيك عن قرار تجميد زيادات الاجارات في شقق المباني البلدية في المدينة لمدة سنتين وذلك بسبب ازمة التضخم وقال لودفيك في بيان له ان القرار يأتي في اطار جهود المدينة لدعم سكانها في ظل ارتفاع التضخم واضاف ان الحكومة الاتحادية ترفض اتخاذ اجراءات ضد التضخم وبالتالي قررت المدينة اتباع مسار مختلف واضح ان القرار يشمل حوالي مئتي الف وحدة سكانية في المدينة بالاضافة الى ذلك تخطط حكومة المدينة لاطلاق مساعدة سكانية مع نهاية عام 2023 نهاية النشرة اشكروا لكم حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق انفو جرات كنت معكم انا هيفا اشتركوا في نشراتنا اللاحقة نهاية اسبوع سعيدة دمتم بخير بامان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة